سعيا من وزارة الشؤون الاجتماعية بتدريب المرأة الكويتية وإشراكها في مشروع الأسر المنتجة لرفع كفاءتها وتشجيعها في مجال المشروعات الصغيرة تم إطلاق مشروع تسويق منتجات الأسر المنتجة بالجمعيات التعاونية على مستوى المحافظات الست وجمعية الحرس الوطني وذلك لتوسيع عملية التسويق بشكل أكبر محليا ودعم المنتج الوطني في الجمعيات التعاونية وتمكين المرأة اقتصاديا تمثل مشروعات الأسر المنتجة نواة نموذجية للمشروعات الصغيرة حيث توفر للمرأة الكويتية الفرصة للعمل والإنتاج هذا ما سعت إليه وزارة الشؤون أن تساعد المرأة بهذا المشروع ولا يقف الحد عند ذلك بل قامت بإشراكهن في المعارض السنوية لتحسين أحوالهن والارتقاء بمستويتهن المعيشية وأخيرا وليس آخرا ستسويق لمنتجاتهن داخل الجمعيات التعاونية إطلاقت هذا المشروع في ست محافظات في ست جمعيات المستوى الكويت بالإضافة إلى منفذ من خلال الحرس الوطني وهي تعتبر مرحلة أولى وبإذن الله ستكون في مراحل قادمة 76 أسرة ستشارك في هذا المشروع التسويقي من خلال ست جمعيات فتحت أبوابها لهم بهدف توسيع عملية التسويق بشكل أكبر محليا وتعزيز الشراكة المجتمعية سنوفر لهم أماكن في السوق المركزي أماكن حيوية بحيث يكون دعم كبير بالنسبة لهم لتسويق انتجاتهم عندنا جمعية الحرس الوطني في معسكر الصمود خصصنا لهم مساحة ما شاء الله كافية لعرض البوثات الأسر المنتجة في أريح يوق وجميع الخدمات مقدمة لهم جمعية الحرس الوطني لنا دور في هذا المشروع بتخصيص مواقع متنوعة لبوث كبوثات لعرض منتجات الأسر المنتجة داخل جمعية الأنموك سيبدأ المشروع في الخامس والعشرين من هذا الشهر على مستوى المحافظات الستة وجمعية الحرس الوطنية ولمدة شهر كتجربة أولى مروم حرم تلفزيون دولة الكويت